تعالوا مع حضراتكم كده نشوف تقرير عن استقبال السيد الرئيس اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها في شرم الشيخ وطبعا من أجل قمة المناخ وذلك على طبعا هامش هذه القمة العالمية وتعالوا نتابع مع بعض ونشوف هذا التقرير ونعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا تفضل استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ السيدة نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها وذلك على هامش نعقاد القمة العالمية للمناخ كاب 27 المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع السيدة بلوسي عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها حيث رحب السيد الرئيس بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد إلى مصر مؤكدا سيادته استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة لسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغباء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات كما أكد السيد الرئيس في هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبها هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السيد الرئيس على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر مثمنة عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ومؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر أخذا في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس وأعضاء الوفد الأمريكي حيث حرص أعضاء الوفد على الاستماع إلى تقديرات السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وردا على استفسارات بعض الأعضاء من الوفد شرح السيد الرئيس الوضع الراهن لقضية سد النهضة مؤكدا سيادته على الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية حيث أشدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام وللحفاظ على التهدئة بين الجانبين وتم أيضا مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات لسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي كما استعرض السيد الرئيس كذلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية بشكل هيكلي وكذا الخطوات التي تتم على الصعيد الداخلي للأصلح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة